وجهد دينا التساعة صباحا وموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرفت تفضل يا دينا شكرا لك يا جمانة التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح سيسيا الحكومة بزيادة حد الآفاء الضربية على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه وذلك في سيق جهود الدولة لتخفيف أثر تدعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وعدد من المسؤولين حيث تناول استعراض أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024 والتي تستهدف تحقيق معدل نمو قدر 5% من الناتج المحلي الإجمالي كما ستشهد تحقيق فائد أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي وفي هذا الإطار واجه رئيس سيسي بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية لموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعبائي خدمته استقبل الرئيس عبدالفتاح سيسي وفدا روسيا رفيع المستوى ضم كل من دانسا منتروفا نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناع الروسي وميخايل بوكدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي وعدد من المسؤولين وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية بان اللقاء تناول بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية التي يدعمها الإطار العام للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وكذلك تطورات إثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر في العديد من المجالات لا سيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبع للطاقة النووية وكذلك قامت المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس فضلا عن مناقشة التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الراهنة تلبية لدعوة مصرية اجتمع مسؤولون أمنيون وسياسيون من مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة بمدينة شرم الشيخ لبحث ومناقشة سبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأكد المشاركون التزامهم بالتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء وأقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف فضلا عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح أفاق السياسية والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر يبدأ رئيس الصيني شيجينبانج اليوم زيارة إلى موسكو تستمر ثلاثة أيام وعاشية الزيارة قال الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أن العلاقات الروسية الصينية في ضروتها مؤكدا أن نواية الروابط بين موسكو وبكين تفوق نواية الاتحادات السياسية والعسكرية التي كانت قائمة إبنى الحرب الباردة وأشدد الرئيس الروسي على أنه لا حدود ولا مواضيع مهضورة في العلاقات بين موسكو وبكين يصوت أعضاء الجمعية الوطنية في فرنسا اليوم لحق بالثقة عن حكومة رئيسة الوزراء إليزابيس بورن يأتي ذلك بعد أسابيع من إضربات والمسيرات ضد قانون رفع سنة التقاعد من 62 إلى 64 عاما ولجو رئيسة الوزراء إلى المادة 49 من الدستور لتمرير القانون دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية وتقول الحكومة أن هذه التغييرات ضرورية لتجنب عجز نظام التقاعد في العقود المقبلة بسبب شيخوخة السكان في فرنسا لكن المعارضين يقولون أن القانون يضعب غير عادل على دوء الدخل المنخفض والنساء والأشخاص العاملين في مهن شاقة قادة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مناورات عسكرية استمرت يومين تحكي هجوما نوويا مضادا بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي يحمل رأسا نوويا وهميا ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن كيم أبد الرضاها على المناورات والمناورات هي رابع استعراض قوة لبيون جانج في أسبوع وجاءت في خضم منورات عسكرية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة نجحت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة في الكشف عن مزيد من بقايا معبد الشمس وجاء ذلك أثناء استكمال أعمال حفائر البعثة في الموسم الحالي بالمنطقة المحيطة بمتحف المسلة المفتوحة من الناحية الغربية والشمالية والجنوبية بمدينة أونو هليو بلس بمنطقة المطرية هذا ومن المقرر أن تستكمل البعثة أعمال حفائرها خلال المواسم القادمة لدراسة وتوثيق ما تم الكشف عنه بالإضافة إلى أعمال الحفائر في المنطقة المحيطة بالمتحف المفتوح بالمسلة الأمر الذي يساهم في معرفة تاريخ هذه المنطقة بشكل أوضح